مرحبا بكم معنا مرة أخرى عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديال مرحوم أمين شاريز اللي وقعت في أقادير مشاهدنا الكرام أول حوار عندي مع الأم ديالو اللي هي ماريا غنشوف معاها القصة من الأول اللي تنورا إلى عام أكتر في الموضوع أمين شاريز القصة ديالو شيئا ما تتلائم في بعض النقط مع قصة تامي بناني مشاهدنا الكرام الحكم الأول يصدر الأم هل هي مقتنعة بعد الحكم نعم أم لا وكذلك حيتيات القضية من الأول تبعوا معايا اختماريا من أقادير جيتون الدار بيضاء مرحبا بكم أولا إلا كان ممكن تعود لي القصة من الأول من الوليد ديالك عندك ووليد وعندك بنية سنين طوال ونتي في أوروبا الواقع مني وقعت أنتي ما كنتيش في قادير عودية القصة أمين من الأول السلام عليكم من الناس عارفيني أم شاريز أمين الله يرحمه اللي مات مقتول ومغضور لأيد الأصحاب ديالو العام اللي فات اللي الفين وثين وعشرين وشهر جوج اللي خرجيت عشا خرجيت عشا مسيكين مع أصحابه اللي إختوه كتواصل معه بالليل كتعيط لهم مع الوحدة الليل ما بقاش كي جاوب ولو كي جاوبوا هما كل مرة كي جاوب واحد كي يقول أرى هنا أرى هنا الأخور قال لها لا رأى بيت عند اسمية وميمكنش أمين الله رحمه ينسى تليفون وميمكن بتا واحد ينسى تليفون ديالو قال لها رأى بيت تال خمسة تقريبا لاروب البنتي اللي عارفة توقيت بالضبط قال لها رأى أمين خوك رأطاح رمارة صمتون وبيلت عصب مشت كتجري للمستشفى الحسن الثاني لقات الولد باننا داخل ديجامة وتديماغي هو كان نهار خمسة للفجر ديال السبت شهر جوج الفين وثين وعشرين نهار الحد عيطات ليا أنا ما كونش كنت فرنسا الحدود مسدودين اللي كان هو نهار ستا في شهر جوج الفين وثين وعشرين والحمد لله الحمد لله رغم كل شيء الحمد تربيه وشكرته حلو الحدود نهار سبعة وجيت في أول طيارة جيت خطوط المغربية جيت كان جريل من مطار المسيرة للإنعاش لقيت ولدي في ميت ما أنا مكا ما قالوش ليا را موت ديماغي ما قالو لي والو كانو كي يقولوا لي را غير كومة وغا ديفي ما كونش عارفة مي أنا را ميت ما الولد را ميت قال لكل زاد طبيب قال لي عنده 24 ساعة ما يقدر ما يكملهاش لولد دخل موت ديماغي يعني لولد دخل ميت وعنا ما قالوش ليا ما بغاش دخل علي مسكينة توصلت من بعد اللي كان هو يوم الاثنين اللي جيت نهار سبعة كنزة بنتي وجدات الشيكية ديالها لأنا ما بغاش تبيين قدم هادوك لأنا كانوا كي جيوا عندها وكي تفقوا بيناتهم هادوك الأشخاص اللي كان معاهم آمين اللي رحمو ما قالوا لها غير طح كنزة دات الشيكية ديالها خدسنا تنيتا وصلت أنا وصلت لي هو نهار سبعة مشينا لينعاش كت معاوليدي من بعد مشال حال باش نحطوا شيكية ديالنا حطينا نهار تمنيا لي هو يوم تولتا مشينا مع السبعة الصباح المستشفى كان ندق المستشفى حسن الثاني كان ندق محلوش لينا كان آمين مت مع السبعة الصباح ما بوش حلو لي لينعاش من بعد مشينا تحولنا الكوميساري يحطنا شيكية ديالنا هي فشعيطوا البنتي وقالوا لها رأمين مت ما قالتهاش لي أنا على أساس خارجين من الكوميسارية على أساس غادة الأولدين طلع لي رباقي فكوما وغيفق لقيتوليدي ميت ما قالوش لي لقيتو ميت أصعب حاجة على أي أم أصعب حاجة أصعب حاجة هاتي يخلي أي حاجة تحمليها في الدنيا يلا وليدك ولدك وكبتك وتصور هدوك لي قتلوا ولدي كيجيوا للصبيطر ووقفين أنا ما ديرين والو أنا ما كان عرفوش بنتي لي قد عرفو ما والدي ووقفين بحينا ما وقع والو عزبي الله ونعمل واكلي عزبي الله ونعمل واكلي من هنا من الوقت مارية بديتولي إجراءات بديت كتبعي وكتبحتي كتمشي عند رجال الشرطة باش تشوفي الأبحاث شنو بلك الأبحاث الأولية شنو كانت بانت هذه الساعة اللي كان هو يوم ثمانية أمين داروا للتشريح طبي لأن خرجوا تسجيلات نهار سبعة اللي أمين باقي روحوا ما خرجت يعني باقي ممشى عند الله اللي كان في الهن عاش خرجوا تسجيلات أنا ما ماسمعوهمش لي أنا ما أصلا كن جاي الله من المغرب من فرنسا وما عنديش ما عنديش الكنيكسيون كان سمحهم زي داخلين دراري وكل شي ذاك شي في المواقع التواصل الأوديوات بيناتهم تيقولوا كل فيغسيون نقولوا نقولوا طحن قزر والصدمة الكبيرة ديالي اللي والله أخويا اللي أبقي عايشة في عذاب ومحرفة خرخرت الموت آمين والدي كيموت كيدير ومصورو تيقولوا يوكلها وكيصور فيه كيموت ها دكرال دا بك نشوفها يوميا هاد الأوديوات وهاد الفيديوات اللي تكلم تجيلو فين كيني كيني في مواقع التواصل بحالي بحال جميع الناس في الإطار القانون في المؤسسات هاد الشي فين كان في تيديو نعم في قرص نيج بن تونو هاد الأوديوات هاد الشي بحالي بحال جميع الناس الله شوف الروح زيزة عند الله كيفاش خرجو بناتهم آم ما عرفش بناتهم هما كيفاش تصربو الله أعلم بناتهم الله أعلم أنا هاد شي ما عرفش مكيفي كيف الناس وقت الوقت في شلقيت هذا الشيء في الأول؟ ليلا غدي متأمي لي هو نهار سبعة وحطينا الشيكايتنا نهار ثلاثة سجلت انتي هذا الشيء وقدمت يوم الأمنادي نهار ثلاثة اللي غنحطوا الشيكاية اللي رح ولدي اللي مشى عند الله نهار ثلاثة هو نيت أصلا كان نهار ثلاثة اللي هو الثمانية في شهر جوج ألفين وثين وعشرين حطينا ليهم كل شي سمعوا في تليفون بحيانا بحيانا عدرنا لسميته وسمعوه ومشوا جابوهم فعلا بخمسة بيهم جابوهم كاملين شدو جوج البنت والولد داروا لهم تهمة قتل العمد وثلاثة وليديهم خلصوا عليهم كابلا وخرجوهم رغم أن واحد من هادوك في الثلاثة هو لمصور والدي فيديو وتيقول له أي وكلها فاش كان والدي كيموت كي خر خر وهو اللي كيتفق مع الأخور تيقول له كيلفغسيون قولون قولو طح نقز نتا مالكش ربا بقد كل شي كل شي في مواقع التواصل هاتمشي تكتبي خارخارات الموت ولا تسجيلات الصوتية ديال شاريز آمين كيني في مواقع التواصل من بعد المغاربة كاملة كل شي كل شي سامحهم كل شي سامح هذا الشي من بعد الميرف ضابط القضاء دارة الخدمة التي قدمتهم المحكامة شنه هي السيناريو اللي كاتشو في هاد الجوز المعتقالين والأطراف اللي معاهم اللي متابعين في حال صراح شنه والسيناريو اللي كي يقولوا في المحاضرين شغالوا شنه الواقع شنه الوقع هادوك اللي قال لك ما قتلوش قال لك أمين طاح طعا الصور مراسو من طنوبيل ما قال لك ما قتلوش هادوك اللي مشتودين اللي محكومين اللي كانوا متابعين بتهمة القتل عمد هادوك ثلاثة خرجوهم صراح موما مو أنا هادوك مخصومش يكونوا فصراح لانا را مشاريكي را كانوا معاهم را واحد فالأوديوات واحد را هو المصور والدي فيديو أصبر أختي ليلى يا الله أصبر الله يفرج عليك يا ربي انتي أم وعدية الدنيا أصبر اللهي كي تجليين م Ruth رديت قداء الله ورديت بيه أمين الله بغاه الله أحبه رديت، شي هدا بتي لا وادا مسحان وأنا رديت بيه أنا مارديت ش بغي الحاقotype بغيتي الحقيقة وسعت الحق يا ولكني دعاده وون انصف والله ما كان طالب شي حاجه أم لا بغيت شي حاجه قسمhan بالله العلي العظيم إذا رديت بقاداء الله انا كبتين كوية فيها انا ربيت وكبرت وماشي بجميع الولاب المنة وليدي هاداك لكن قدرني قلبي بغيت غير العدالة والانصاف انا 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 ما عرفتش انا كرتابك معك لان الظروف ديالك صعبة وتنتمنى انك لا قدرتي الله يوفقك يا ربي ترسلي الحقيقة انك يتساعديني باش الرأي العام يستوعب انا دوري انا نوصل الصوت وانا ننقل حقائق اللي انت عشتهم نرى العام وصلت معاك لسؤال يذوك الثلاثة اللي هما مش معتقلين اشنو غيرو فلمحاضين واش گالوا نفس اذاك شي يقالوا دوك شجي المعتقلين اللي هما العادة الاجمالي خمسة ثلاثة ما مش دودين ش متابعين فحالة صارحة شنو غيرو فلمحاضين شي تيقول بان امين كان ركب اللقاء هم كانوا جيين في طنوبيل مورا المتهم الرئيسي والبنت كانوا ركبين في طنوبيل امين معهم هم تيقولوا كانوا جيين في سيارة موراهم يقول أمين كالركب القدام ما يقول أمين ركب اللور يعني ما كان شي أقوالهم متضاربة أقوالهم متضاربة ما كان المحاضر مخربقة كلها شكي يقول كلها كيلغي بلغها كلها وحش كيفاش يقول هنا مشي تقول لمرحلات المحكامة بدأت الصينطق التفصيلي بدأوا الجلسات هذيك المراحل لكل هداس صدر الحكم الأولي شنو حكم نصدر الحكم عند قضية تحقيق حكم نهائداز المراحل قضية تحقيق براءة براءة تحكم على يوم براءة واحدة براءة بخمسة براءة قد نولده وحكم على يوم براءة وانا كنسمع الوضيوات يوميا وكنشوف الفيديو يوميا حكموا عليهم بالبراءة المتهم الرئيسي والبنت حكموا علي المتهم الرئيسي بستشهور وغرامة مالية ألف ترهم استشهور نفضوا؟ 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 لا تحديد وقتها كيف تحديد وقتها؟ رغم أن أنا ما عرفش القانون أنا كن هدريك أمك لومة كن هدريك بدي وما عجبنيش الحكم هذا الحكم هذا الحكم مش فاليش غليل في الحكم قلت لي بأنه خدو ستشهور ولدو بنت عدو اللي مشدوجين والأطراف الأخرى خدو الباراءة نصح؟ تشرح الطبي ماذا تريد أن تقدموا فيه أمام القضاء؟ تشرح الطبي أقول لك فيه مضروب أداة رادة على الرأس أداة رادة يعني عصا والمتهم الرئيسي ركعت عرف بأنه عنده عصا ديال بيزبول في السيارة كانت عنده وقال ليوم رميتانهار ما تآمين هو مجاة رميتانهار ما تآمين قالوا لي فيناها مشاو قلبوا عليها مالقواش قال ليوم رميتها إحدى مارينا مشاوك يقلبوا مالقواش سمح لي يا راك أنت القوة ها بشوي أنا معاك أختي أنا معاك الله مرحبا قلت لك تشرحه شنو فيه قلت لي فيه أداة حسب بالأدافر خمش بالأدافر أثناء مشاجرة محتملة ها كم كتوبة في تشرح الطبي خمش بالأدافر أثناء مشاجرة محتملة وجر الجسد هدا تردع للرأس ومضروب ثلاثة ديلة ضربة سكانير والضربة اللي قتلاته يا اللي عنده هنا خرجت له العصارة ديلة المخ ديلة والله يرحمه أعتيش حال صعيبة باش قول على ولدك عصارة أعتيش حال صعيبة باش قول العصارة ومعه اعتيش حال صعيبة تمنيت لمسارة ديلة تخرج أنا ويبقاه أتمنيت أعني رضيت رضيت بخضاء الله الخبرة المحتوى المعدة الطعام خالهم من المخدرات وخالهم من الكحول المسيكين ما شارب ما مخدر متى حاجة شريح طبتي يقول بأن الولد مضروب على راسه خدوش بالأضافر مجرور بعد هذا الحكم الدفاع ديالكم المحامي ديالكم شنوك يقول في الموضع تعليل دياله كانوا عندي محامين ثلاثة مشي غير واحد حطينا قاحد الشيء الهيئة اللولة قبل الهيئة في الحكم المتداي ما تحاجة متقبلات لا الاوديوات يستمعوا ليهم لا الكاميرات اللي قالوا عزموا بأنها هادو قالوا له مرعا طحت ممك قال لك ما كينيش كاميرات وانا مشيت عاون قضاء يمشى درت عاون قضاء وانا كلها كاميرات وقال لك ما كينيش كاميرات تحاجة متقبلات شريح طبي وانا شربي إلا شفتي التعليل تعليل ديال 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 الحكم الابتدائي تعليل ما فيه ما ديرش ما دكرينش وحيت أنه كان الهالك في حالتي سكر طافح وفتحها باب السيارة ورام نفسها أنا بغيتين يفهم حاجة وحدة أنا ولدي ما شاربش ما شينيلي قلتها الطبيب اللي قيلها يعني طيب شرعيين وماني قيلين آمين محتوى المعداد طعام خليم المخطيرات وخليم الكحول تشرح طبي يقول مضرب هادو تشرح طبي وهادش ما كينيش في التعليل ما داخلش ما داخلش في الحكم بطدائي ما دخلوش يعني بحيلا ما 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 معتارفينش به معتارفوه بحاجة وحدة فاش قالي هوم المتهم الرئيسي أمين شرب الجنسة الأخرة قالي أمين شرب قنينة من من قالي كارتونة ديال الجوع وقنينة ديال الويسكي أمين شربوها بحيلا هادشيلي هو دار بكلمس المتهم الرئيسي شنو قال تشرح تيقول بأنه ما عندوش لنقول قا لا 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 ما دارش تحاجة ما دخلش هادشي قال هنا هنا هنبعد هاتي اللي بغيت نفهم هلش ما 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 تدارش به هادشي هلش ما تدارش به هاد هاد الاسئلة اللي قلتي لي يعتبقى الضور في الإطار القانوني السيد المحامي ديالكم طبي الحالي هو مقبل على المحل السنافية المراحل التقادية ابتدائيا اللي داس دا بكنا محل السنافية الأستاذ اللي هو عندو الميلف ديالكم كيفاش كيتكلم لكم على الاستيناف وفين وصل الاستيناف انتم فالمراحل اعتقد لأولية دياله دابا باش يواجه بالأدلة التي شوف القضاء وشي يتعتبر على سبيل أدلة أم على سبيل استيناس أم أمور أخرى اللي كتبيا الصورة ديال الميلف بتدقيق إطار قانوني المحامي جيركم وشي يقول عن الميلف المراحل اللي الاستيناف المحامي ديالي المحامين اللي هادوك ما بقوش عندي وقام معايا محامي واحد كل شي مستغرب مرح ماشي غير المحامي رأ أقدير المغرب كل المغاربة كامل اللي متبعين قضية ولدي ولا سامعي الأوديوات وليش في الفيديو كل شي مصدومين بهذا الحكم مرى ماشي غير أنا رأ كوش مصدوم بهذا الحكم بغينا نعرف عليش هادك تشرح الطبي مادرش به هادك الخيبرة مادرش به هم كتوب بعنا كان في حالتي سكر نطافح المرحلة استينافية ان شاء الله عندي آمل كنتمنا لأن درجة التقاضي مستمرة وكين بقيت استيناف كين نقض الإبرام كنتمنا الخير كنتمنا نصف ما بغيت هالوغلة إنصف كنتمنا ناخد حق وليدي والله ما كان تمنا الموت لشي واحد الشي كانوا قتلوا يا ولدي كنقول هون عود والله ما كان تمنا اليوم نموت بغيت يرحقي حقي أول عدالة كش ولدي يرتاح وأنا ارتاح أنا مم ارتاح هاش أنا والله مم ارتاح أنا كنحلبولي كل نهار آمين كيوقف ليا كل نهار ومغلت ليش عقو ألا سما ألا شحقش أنا برب وحد أنا شحقش مع ليش نفوذ ألا شحقش أنا مش سيدة أعمال أنا غير أم كل أم كترب غير عدالة ولو إنصاف ما تغد تحاج مش شهيدين الكرام أشارح الواضحات من المفضحات حوار ساخن وصعب ما حتي لا بغيت نسألها يعني كالقل الجو غير ملائم ما متأمش أنا مع بزاف جل جل أنا نرتاب كتو الله العظيم الوضع دي لك يكون صعب كيف أش غني نمر مع الأسئلة باش نور العام يعني تنتمنونكم تقبلونا في الفيديو لأن لأن الأم الوضع دي لها لا يسمحينا من الوالدين أحسن عنوان السؤال اللي عندي معاك أنكم مشيتوا رئاسة نيابة العامة في معطيات عندكم والنيابة العامة صعاد الصدر دي لهم استقبلوكم تصمتوا لي كروتي لهم القصة وعلى شيء متعارف عليه في النيابة العامة في الرباط بشكل كبير ما هو الحوار اللي دار بينكم وبين سيد الوكيل العامة الوكيل العام في محكمة أقادير ولا في الرباط انتم ممشيتوا رئاسة نيابة العامة شو الحوار اليوم بغينا نشوفه غير الشيكايات اللي درنا قبل الحكم ومن بعد الحكم في نوصله بس كو أنا في أقادير فاش كان سول ما جاوبني تا واحد ما عرفتش في نوصله شيكاياتنا طرنا مشينا للرباط اليوم للرئاسة سولت وانت نشوفه قال لك رأى فيهم البحث أدوى جوابهم يعني باقي فيهم البحث أما أقادير ما جاوبنا تا واحد مشينا المجلس الأعلى القضاء تا هو سولت في شيكاياتي في نوصله حتى هو نفس قال لك باقي كين البحث ولكن ما قالوا لنا تا حاجة نرجع 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 للرباط الخلاصة اللي وصلت للي الأبحاث باقي الأبحاث في الرباط باقي 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 ذك شي قالوا لي اليوم قالوا لي باقي البحث ولكن ما قالوش لي لأن نفس الرية ما قالوا لي تا حاجة في نوصل لها دا ما عارفتش أقدير فاش سولت ما جاوبونيش لكن فاش طلعت اليوم بنتي قرية القانون لأن أنا ما كان فهم فات شي الخبرة للهواتف كينا مية مية صفحة دي الهواتف خرجت من بعد جبنام المحكمة كلها بيضو كلها فل أون كولور فسميته من غير صورة وحدة اللي بيضوك حل فيها متهم سادس صور عمار ما جبدو تا واحد كين متهم سادس هز راس تا والدي دا بنوريلك صورة ولكن دار هذيك ماشي ماشي تونوبيل هز شد راس وولدي هاكا واحد واقف كين الباسكت سبرديلا وشو واحد ومتهم بين وخة بيضوك حل وفيها الطابعة ديالشورطة علاش مئة ورقة كلها بالألوان إلا هذيك اللي خرجها بيضوك حل ودابا اليوم فاشك ملنا في الرئاسة درنا قدرت كتبات بنتي شيكاية بغينا نعرفه يتم البحث على هذ الشخص أنا ماشي أنا لغ نقلب عليه المتهم السادس داز داز في المراحل ديال دعوة وداز في أمام القضاء أو لأول مرة غدي إبان عندكم بلكن متهم سادس لا راد هذي شيكاية درناها بشهر تسعود فاش خرج الحكم فاشي الله كتشفنا هذا كشف الخبرة ديال الهواتف اللي خرجات مجاوب نتواحد اليوم ما درنا شيكاية خاصة غير بهذا الشخص بغينا نعرفوه كون كين شخص لا ما ما عرفناش معمار عرفنا هذا شخص سادس ما عرفناش بغيت نعرفوش كون هذي ممكن يكون هذي قتل ولدي ممكن أب بدي الواحد فهدوك ما عرفش أنا يبقى البحث هو بطبيعة البحث هو حق السؤال الأخير اللي عندي معك هو المحامي اللي عندك الآن كيفش يشوف هذي الأدلة الدامغة ومعطيات أنه يتقدم بها في المرحلة الاستينافية كيفش النقاش يعني التفاعل جيره مع ميلف كبادرة تخير باش يدليم هذه المعطيات اللي بطبيعة الحال يبقى القضاء الآن السنافي اللي قادر يصنع القرار أول حاجة باش نوضح لك أخويا خمسة ديال الجلسات اللي مع مرجاتة واحد كيجي مرة واحد مرة جوج الجلسة الخامسة هي اللي كانت نهار واحد في شهر ثلاثة اللي والبارح طرينا أنا والبنية ديالي مشينا نعاون قضائي باش نصفتوا الاستدعاءات تلدوك ثلاثة جوج تبلغوا يعني ربعة جوا والمتهم الرئيسي مشيجوج مرات عندو العون قضائي مالقيناش يعني ما حضرش ما كينش اللغة إجلات عوتاني الواحد تعدو عشرين في شهر ثلاثة المحامي شنو كيقول لي يا عدو سوى لك سمحي لي يا رمع الدوية أنا أربي لي علم بيا المرات كان نسا المحامي باش كيشوف الميلف يعني في هاد الأجيل اللي عنده يمسكين طمني قال لي يعني محامي يقول لي يا راي يكون خير إن شاء الله يعني يبغينا نعرفه علاش بعدها هاد الحكم علاش مدخلش فيها هاد كيما قلت لك تشرح طبي علاش مدخلش فيها الخبرة بأن الولد ما شارب لأن تعليل فيه بأن الولد شارب بزاف الحويج بزاف الحويج طلبناها أخساد دار من حقي من حقي يعني المساد هو دير دير جه ديره في الميلف قال لي إن شاء الله يكون خير قال لي إن شاء الله يكون خير في الاستئناف وكانت منه كانت منه من الله باش يبرد قلبي وولد يرتاح في قبره يا ربي يا ربي نحن ندعو معك يا ربي تبلح حقيقة أكتر وكانت شكرك مرة أخرى الحوار ديالك معنا الطلب جاء من عندك وحنا نرى الإشارة رغم أن الوضع ديالك شيئا ما صعب الله يفرجع لك يا ربي مشاهدنا الكرام كما تبعتوا معنا القصة الكاملة المرحوم أمين أم كانت في مرة في لحظة من لحظة تفاجأ بالموت يالو هل هي موت عادية أم أمور أخرى الأبحاث والأدلة المساطر المعمول بها الإشكاليات اللي تبعتوا كما تشوفوا أختك تصرح إشكالية كبرى الحكم بالأول موضوع النقاش ويبقى المرحلة الثانية اللي هي استناف نتمنى أن يكون حكما حكيما في هذا الموضوع مشاهدنا الكرام كذلك النيابة العامة أمور لدرجات ماريا والإبنة دي اللي هي الأختي المرحوم سواء في محكمة النقضة في النيابة العامة كان الجواب بأنه هناك أبحاث ولما تكون هذه الكلمة يعني كينة سيرية إلا أننا الآن نتمنى أن تكون أبحاثا منتجة من أجل أن نصل الهدف تبلح حقيقة كيفاش مات مرحوم الواقعة أسباب مسببات كل من له صلة كما قلت في السابق شيئا ما بعض الإشكاليات في الموضوع الموضوع يتلائم مع القصة التهمية بالناني نحن في 2023 الأم تتحصل الله اللي عن بها تبعتوا معي الموضوع بدقة وننتظر ما سوف تقول إليه الأحكام في الأخير مشاهدنا الكرام التعليق المواطن شكرا لكم